يعلن بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة صديق العزيز فاروق عصام لتحليل مواجهة اليوم بين الأهلي والمصر المواجهة اللي فاز بها النادي الأهلي بهدفين دون رد فاروق مشرف ومنورك العادة أخبارك ممسوط دايما أن أنا معك كريم وإن شاء الله معنا النهاردة بقى التحليل نلحق في الوقت اللي مبقى إن شاء الله نلحق نلحق ونقولك أحلى كلام بإذن الله لأهلي زي النهاردة لاعب قدام النادي المصري والمصري زي وجه النادي الأهلي شاف إيه هي كان أبرز النقاط الممكن نتكلم عنها فننا في هذه المواجهة خلينا نبدأ بالتشكيل بتاع نادي الأهلي كان فيه أربع ملحوظات على تشكيل نادي الأهلي يمكن النهاردة الأسلوب الليHa 같아서 بالنادي الأهلي اختلف شوية لأنه كان دايما أسلوب الليığım للنادي الأهلي كان بيلعب 3-4-3 صحيح النهاردة لجأ أنه يرجع الظاهرين وبيلعب 5-2-3 وده اسلوب لعب جديد على النادي الآن. لان اسلوب لعب ده يعني على البورد كده بين قوي انه هو اسلوب لعب دفاعي. وكانت خطة اللعب هي اللي هتكشفها هو اسلوب لعب دفاعي ولا هجومي. وخطة لعب النهاردة ميستر سوارش أثبتت انه هو نازل يدفع. ونازل عنده افكار في دماغه افكار دفاعية حابب يجرب. لانه كان مثبت دايما كريم فؤاد ومحمد أشرف. وما كانش اليوم اي تقدم كان بيلعب بالميديام بلوك. ما كانش بيضغط على لعب المصري لانه هو كان عايز يقفل المساحات ويلعب كومبت. وانا حقيقة مش عارف الاسلوب ده لاجأ لي ليه. لان الاهلي لو بصنا اخر خمس مباراة هو ما بداخلش فيه اهداف. فهو الاهلي مش محتاج يلجأ للاسلوب الدفاعي. يمكن تجربة يمكن افكار في دماغه بس بالنسبة لي غير مبرر. لو التشكيل لو اتكلمنا على العناصر فكان فيه اربع ملحوظات كده ستجدع نتكلم عليهم. بداية من حرس المرمى علي لطفي. علي لطفي فيه معلومات اكيدة ان الاهلي بيفوت حراس مرمى. والاهلي ممكن يتعاقد مع حراس مرمى. فوجود علي لطفي لو جي حارس مرمى بالدور المصري صعب يبقى هو حارس مرمى تالي. وجوده النهاردة غير مبرر بالنسبة لي. انت عندك اتنين حراس شباب. اعتقني اترافات ان انت تخرجهم اعارة. عشان تعتمد عليهم سواء مصطفى شبير او حمز علاء. فكان لازم ياخدوا من ماتش اللي فات على لطفي خد كان لازم ياخدوا. المركز اليمين لعب النهاردة محمد هاني سوريا انا قلت الاول كريم فؤاد. لان كريم فؤاد كان لازم ياخدوا. هو لعب النهاردة بمحمد هاني كريم فؤاد كان نجم من نجوم المبارارة الاخيرة. سجل هدف وقدم اداء جايك جدا. لكن هو حطه على مقاعد البودلاء. حاله حال مين زياد طارق واحمد سيد غريب. الاثنين النهاردة كانت فيه مفاجأة ان هما مكانوش موجودين. لان الاثنين كانوا متقلقين المبارارة الفاتية. ما شاركش خالص كمان يعني زياد اخد وقت. هو سجل هدفين. هو برر الموضوع ده في المؤتمر الصحفي. وقال انه لجأ انه هو اللعيبة مش هتبقى فت مية في المية. فممكن في المباراة ما يقدموش نفس الأداء. فهم العيبة دلوقتي شباب. فلو اضغط عليهم شوية وماقدموش نفس الأداء هيبقى فيه ايه مشكلة. والله ودي نقطة برضو منطقية. الحاجة التانية لويس ميكسوني. لويس ميكسوني خد تجارب كتير جدا مع النادي الآن. ومعتقدش انه هو أثبت نفسه في التجارب اللي خدها كلها. وجوده دلوقتي برضو غير مبارا. صلاح محسن كراس حربة. أثبت يعد انه هو لا يصلح لمركز رأس الحربة. وانا بشوف انه هو ممكن يكون برضو لا يصلح لمركز الجناح. ولا يصلح لمركز تحت رأس الحربة. فهو يعني يشوف مركز جديد. لكن هو مركز رأس الحربة بالنسبة له. يشوف مركز جديد ولا يشوف نادي جديد؟ يعني اللي تلين يشوف مركز جديد ويشوف نادي جديد. والوضع يعني بالنسبة له صعب في صراحة. لأنه تضيع النهاردة هجمة. هو لاعب على فكرة مهران جيد ولاعب. بس هو مش موفق معك. عنده مقاومات لكن التركيز مش موجود. لأن النهاردة الانفراض اللي جاله ده كان صعب جدا. تعالنا نشوف بقى سوارش النهاردة لعب ازاي بالحالات اللي موجودة معنا. نبدأ بالحالات. نبدأ بالضغط بتاع أمستر سوارش. اللي كان مفاجأة بالنسبة لي. لأنه هو كان مختلف تماما عن الضغط في المباراة اللي فات. هو النهاردة كان بيلجأ للميديام بلوك. لو بصينا. هذه الحالة تحضير النادي المصري. حتى لعيبة نادي المصري. هتلاقيهم متفاجئين. إن النادي الأهلي ما بيضغطش. الحالس مش عارف هو. هو مشود يعمل إيه. نادي الأهلي ما بيضغط. كانت بالنسبة لي مفاجأة. لأن تغير دائما النمط اللعب أو اسلوب اللعب. دي مش حاجة محبزة. نحن بنشوف يورجون كلوب مع ليفربول أو جوارديولا. ليهم شخصية. فانت أنت تغير دائما اسلوب لعبك. يعني لو بص. دي كانت في الداية 22. قليو ديانج نفسه يضغط الراجل ونفسه يروح. بس دائما في تعليمات ان انت ما تروحش. يرجع تاني. هتروح الكرة تاني. قليو ديانج يبقى حابب يضغط. الطريقة اللي تعود عليها مع فيلل. وتعود عليها مع موسيماني. هتلاقي ان لقابة الالب ترجع لورا بظهرها. بشكل غريب جدا جدا جدا. بالنسبة لي. انت نادي كبير لازم تاخد الكرة في رجلك. ما ينفعش ان انت تسيب الكرة للخصم بالشكل ده. حتى نادي المصري تفاجئ ان هو مش عارف. لان هو مش محضر للشكل ده. ومحضر الالب ينزل ضغط. وهيبقى ولي مع الكرة. وهو يلعب على المرتدات. فهو حاليا كابتن حسام حسن. مكانش مجهز للسيناريو ده. فهيبقى بص مش هتلاقي فيه اي نمط لتحضير المصري. او بناء اللعب. هتلاقي حتى الكرة راحت. وهتتقطع مع اول ضغطة من النادي الاهلي. فانت كان مفروض ده بالنسبة لي. لغز كبير لسوارش. واعتقد ان هو لازم يعرف شخصية النادي الاهلي. ان اسلوب اللعب ده ما يناسبش النادي الاهلي. ان انت تعمل ميديم بلوك ما يناسبش النادي الاهلي. طيب تعالو نفع بقى البونا اللعب النهاردة اللي قال لك انا عامل ازاي. اه الحالات التانية بتاع البونا اللعب. انا بالنسبة انت تحكم على مدرب. ممكن بقى نقف عند البونا اللعب بنرجع تاني عند دعليلوطفي. ونقف. بالنسبة انت تحكم على مدرب تحكم عليهم 3 حاجات. نقف عند دعليلوطفي. اول حاجة شخصية المدرب و هويته. انه لازم يبقى ليه شخصية معينة. ايا كانت الظروف ايا كانت الشاكل. مورينيو أنا لو الدنيا تقلبت أنا ألعب ميديا بلوك ولو بلوك. مش هضغط هاي بريس ولا هعمل الدفاع بتاعي هاي لاين. فأنا بلعب بشخصية معينة. يورجان كلوب شوفنا ماتش ستراسبورج مع ليفربول بيلعب بالصف التالب. وبيلعب بنفس الشكل هاي لاين وبضغط. ليه؟ لأن دي هوية الفرقة. كل اللعيبة اللي دخل على الفرقة لازم تلعب بالهوية دي. ما ينفعش أنه نغير. أي أن كان هو خسر وشاء قوي يعني. دخل فيه ثلاث أهداف في أول 20 دقيقة. بس مغيرش. ليه؟ لأن اللعب ده مستقبلاً هيدخل في المنظومة هيدخل في التشكيلة الأساسية. فلازم يبقى متعود على نفس التكتيك اللي أنا ألعبه. صحيح. فإحنا تكلمنا عن الضغط وهو تغييره اللي لو شوفنا ماتش فيوتشر مختلف تماماً. مختلف تماماً فما فيش أي هوية. نيجي بقى لتحضير اللعب ده علي لطفي. دي جديدة بالنسبال على نادي الأهلي. ما كانتش موجودة لا مع فيلر ولا مع موسيماني. هنرى أن هنا لعبة النادي الأهلي السلاسي الدفاعي بتقدم تماماً. وفيه تعليمات لعلي لطفي أنه يلعب الكرة العالية. اللي هي راحة اللعبة في المصري. وكل الكرة العالية في شوط الأول راحة لعبة في المصري. والساكنت بول في النادي الأهلي كان ضعيفة جداً. لأن الععبة بعيدة عن بعض. وما فيش تقارب. هنا برضو علي لطفي قدامه. أنا أقف هنا. أنا أقف عند علي لطفي. قدامه كم حل إنه يمرر؟ قدامه رامو ربيعة. قدامه أليو ديانج. والناحية الثانية لو لف هيلعب من ناحية الثانية. لكن هو لجأ لللعب لللونج باس. وده طبعاً تعليمات من المدرب. لأن أنا لو مدرب موجود وبشوف اللعب بتاعي. ما بيتتبعش التعليمات وبيلعب من دماغه الكرة العالية. طبعاً على الخط إنه أنا هزعقله وأقوله لازم تلعب الكرة. وشوفناها حتى مع أكتر من المدرب حالي. نفس الكرة هنا علي لطفي قدامه حلول كتير جداً. وبيلجأ لنفس الفكرة اللونج باس. وبرضو بتروح للنادي المصري بسهولة. طب هلأ علي لطفي بس اللي عنده المشكلة دي. ولا تفعل نادي الأهلي؟ لا برضو تفعل نادي الأهلي. معنا حالات تانية المدفعين النادي الأهلي. قدامه محلول نعف هنا. رامي ربيعة قدامه أكتر من الحل اللي بناه العجمة. هيعمل إيه رامي ربيعة للعب؟ طولي بباً. راحت لمن؟ راحت للاعابة المصري. وهكذا كل كرات النادي الأهلي في شروط الأول كده. معنا حالة تانية برضو رامي ربيعة. نرجع هنا دي محمود متولي. قدامه نرجع تاني عنا دي محمود متولي في تنفيذ الأيوناء فينا. النادي الأهلي بيبدأ كرة من منطقته. شايف المسافة ما بين محمود متولي. وعبد المنعب. ومسافة ما بين محمود متولي. ورامي ربيعة. وخط الوسط لعبت خط الوسط فين؟ أخذ بالك أصلاً ده في تسعة جوة نص الملعب بتاع الأهلي. تسعة أهلي جوة نص ملعبهم. هو ضغط عالي. لأنه هو لجأ الضغط العالي كابتل الحسن. لأنه لقى النادي الأهلي ما بيضغطش. فأنا لازم أن أضغط عالي. صحيح. الأهلي بيعمل إيه؟ فكرة زي دي بيلعب اللونج بس. صح. بالنسبالي ضغطين شغن المدرب. نفس الفكرة. نفس الفكرة الحالة عندنا بنفس الفكرة. فده لو اتكلمنا عنه نشوف حالة رامي ربيعة برضو. هنلاقي إن فيه عجز تام في تحضير اللعب. طب أنا كمدرب أنا بدرب اللعيب علي. هنا نقف رامي ربيعة قدام إن هو يرجع ويبدأ من وراء. لكن هو لجأ إن هو يلعب لونج بس غريب جداً. كممكن تترد لو كان دخلت جوا الملعب. فده الحالات اللي كانت معنا في بناء اللعب. المدرب لازم أفكاره تبان. لازم هويته تبان. ما ينفعش إن أنا في المباراة أرجع لعيبتي تستلم من حارس المرمى. وتبدأ لعب من وراء. واجه في المباراة اللي بعديها. أسيب اللعيبة تطلع لقدام. بلعب اللونج بس. صحيح. أعتقد دي تلغت. الفرقة الكبيرة تلغت موضوع إن أنا ألعب اللونج بس. لأنهم عدلوا القانون دلوقتي ودخلوا لك اللعب جوا المنطقة. عشان تبدأ تتحضر بشكل كوي. صحيح. فبالنسبة لي ده كان تغيير غريب جدا. أنا مدرب. لازم يبقى عندي هوية. لازم أعرف النادي بتاعي نادي كبير. لازم نادي الكبير ده الكرة تبقى فرج له. يحضر لعبة من الخلف. يبقى عنده اسلوب لعبة. ما عودش ستين دقيقة. مدي الخصم الكرة. ما تتحليش أي فرصة غير فرصة واحدة بس في الشرط الأول لمدة ستين دقيقة. ده طبعا يعني أعتقد إن أي حد في لجنة التخطيط تتفرج على المباراة دي. لازم يقعد مع مستر سوارش ويعرفه جماهير النادي الأهلي عايزة إيه؟ جماهير النادي الأهلي بترضى بإيه؟ عشان اللي حصل النهاردة ده ما يتكررش ده. فاروق دايما بتشرف ودايما بتناور ودايما باستمتع جدا بك. أنا أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.